طيب يبقى إذن بما أنتو بتتكلموا عن الأردن إيه رأيك يا أحمد إحنا نروح نشوف كلمة النقد في الأردن يعني أكيد مع الناقد من الأردن ونشوف يعني كيف عين النقد رأت الأعمال الأردنية والأعمال العربية بشكل عام الدرامية اللي عرضت في شهر رمضان تعالوا إلى الأردن ونستمع إلى هذه الكلمة دور الدراما الأردنية على الشاشات المحلية والشاشات العربية كان لها دور مهم وفعال وكبير جدا وكانت تحمل رسائل مهمة جدا خلال شهر رمضان المبارك وكانت تناسب كافة الشرائح المجتمع كان هناك الأعمال البدوية والأعمال الاجتماعية والأعمال الكوميدية وكانت هذه الأعمال تحمل رسائل مهمة جدا هذه الأعمال ناسبت جميع الشرائح المجتمع المحلي وكان هناك دور كبير جدا للفنان الأردني محليا وعربيا عربيا شارك كثير من الزملاء الفناني الأردني في أعمال عربية مهمة جدا وكان لها دور كبير جدا على الساحة العربية الساحة المحلية كانت مليئة في الأعمال التي كانت مناسبة لكل شريحة في ناس كانوا بحبوا الأعمال البدوية وكانت تناسب هذه الشريحة وفي أعمال اجتماعية في أعمال كوميدية كانت متفاوتة طبعا بالدرجات كان للتلفزيور الأردني دور كبير جدا في تقديم هذه الأعمال المتنوعة خلال هذه الفترة وخلال شهر رمضان المبارك نوع في هذه الأعمال ناسبت كل الشرائح يعني كانت دورة ناجحة بكل المقيس أيضا المحطات الأخرى قدمت أعمال كمان ناسبة جميع الشرائح المجتمع الشيء الملفت للانتباه اللي هو وجود إخواننا وزملائنا وأصدقائنا الفنانين الأردنيين ومشاركتهم في الأعمال العربية وأيضا هناك كمان فنانين عرب شاركوا في الأعمال الأردنية اللي قدمت في الأردن خلال شهر رمضان المبارك وهذا شيء جميل جدا نتمنى أنه دائما تكون في شراكة بين الفنانين في الوطن العربي بهذه الأعمال في الأعوام القادمة إن شاء الله ودائما هاي الأمني موجودة عند كل الفنانين أنه يكون في عمل مشترك يشارك في جميع الفنانين في الوطن العربي بعمل واحد يقدم على مستوى الوطن العربي كله عنا في الأردن صراحة بيئة مناسبة ولكيشينات مناسبة لإقامة أعمال فنية مهمة يعني عنا لوكيشينات في مناطق الجنوب البترة والوادي رم وبعض المناطق البادية وبعض المناطق القروية وهذه لوكيشينات يمكن غنية جدا إنها تغني هاي الأعمال اللي ممكن تقدم بالأيام القادمة وهاي مناسبة حتى للأعمال العربية اللي بحب يعني يقدم أعمال عربية حتى عالميا هيئة الأفلام الهيئة الملكية للأفلام تستقطب كثير من الأفلام العالمية لغنى الأردن بلوكيشينات الجميلة لتصوير المواقع والمواقع الجميلة اللي موجودة عنا في الأردن نتمنى أنه تكون هناك أعمال عربية تستغل هذه الأماكن الجميلة في الأردن